بعد ليلة ماطرة تنازع حمدي أغراض منزله مع مياه الأمطار التي غمرتها يحاول تجفيف أمتعاته مع شعة الشمس منذ سروقها علها تقيه موجة البرد في المساء لكن ما يمتلكه من مواد غذائية أطلفت فلم تعد صالحة للاستخدام حتى وإن حاول تجفيفها يسكر حمدي وأسرته في هذه الخيمة المهترئة في أحد مخيمات محافظة مأرب التي لم تقيهم عوامل الطاكسي لا سيما الأمطار والله أمس أجت عندنا السيول وضحينا نحاول أن نشف الملابس غركت علينا والشلة الطحين والإدامات كل شيء أن أخذها من البيت بسبب السيول حصلنا مطر وسيول في الليل أمس 11 في الليل وغركت الملابس حقنا والبطاطين والفرش والخيام والأغراض حقنا والمواد الغذائية كلها راحت والعجز تقول نحاول أن ننقذ منها ما قدرنا عليه مع بداية موسم الأمطار في كل عام يحاول النازحون الاستعداد لمواجهة مأساتهم المتكررة لكن مياه الأمطار أكبر من احترازاتهم فما إن تهطل تغرغ خيامهم وتفاقم معاناتهم وهل لخيام مهترئة عمرها سنوات يمكنها الصمود أمام عوامل الطاكسي وتقلباته قاسم في القبوت في القماين في الوادي في السيل خايفي لأقيش العيالنا للسيل ما شو بقى أنا حتى البيوت مثل الناس بيوتنا مش تهدفين للأمطار مش تهدفين للسيول أطفالنا مش تهدفين للأمطار مش تهدفين للسيول لا يشي لدينا دفاع ولا لدينا أي شيء يعني لا يزال موسم الأمطار الحالي في بدايته على الرغم من غزارة الأمطار التي شهدتها محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين فيما لا يزال ملايين النازحين فيما يقارب من مئتي مخيم في المحافظة متوجسين من سيول قد تداهمهم في أي وقت دون إيجاد حلول لهذه المعاناة الموسمية مياه الأمطار نعمة إلهية ينتظرها الناس في مختلف البلاد لكن ما إن يحل موسم الأمطار حتى يتحولوا إلى كارثة ومأساة على النازحين خلف هذه الخيام المهترئة التي لا توقيهم تقلبات الطاكسي وعوامل التعريئة استعدوا القاعد لما الشباب مأرب